الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطابة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم في هذا المقطع القصير مع الأمثلة إن شاء الله تكون واضحة ما يسمى مشتقة الدالة الإسية أو الأسية باللغة العربية الإسية أو الأسية تعطي نفس المعنى أو derivative of the exponential function أرجو أن يكون فيها الفائد لكم جميعا وعلى بركة الله نبدأ هناك دوالة الإسية أو أسية exponential function متعددة الأشكال لكن أهمها الدالة التي تعتمد على العدد النيبيري أو يسمى النيبير أو النيبير نمبر أو ما يسمى عدد أويلر أويلر نمبر وهو عدد ثابت قام جون نابير بتقدير قيمته من معادلة نهايات لمس كما يأتي هذا الآن E العدد الأسي هذا أو عدد نايبير أو عدد أويلر يساوي النهاية أو limit as N approaches infinity يعني كلما اقتربت الآن N من مالا نهاية للقيمة 1 زائد 1 على N لكل القوة N نحظوا لكيف القوة إذا الآن عوضنا عن N بأي قيمة فوق الصفر 1 2 3 وهكذا أو شو ما كان يعني أجزاء المهم يكون أكثر من الصفر N فالآن تساوي على مثال 1 2 3 يعني عوضنا عن N 1 العوضنا عن N الأولى 1 فتصيب 1 زائد 1 على 1 لكل قوة 1 زائد عوضنا 2 1 زائد 1 على 2 للقوة 2 زائد 1 على 3 للقوة 3 الزائد زائد الأخير يعني الآن نفترض أنه وصلنا إلى عدل كبير جدا من التعويضات 1 على 1 1 زائد 1 على N لكل قوة N هذا يقترب من قيمة 2.7182 لا يمكن أن يتعدى 3 ولا يمكن أن يكون أقل من ذلك فهذا الآن هو E لما نأخذ المت أو الحد النهاية نهاية هذه الدالة عندما تقترب N مالا نهاية قيمة طبعا N أكبر من صفر أنا هذا الشكل البياني يدل على أنه الآن عندما تكون قيمة X من سالب مالا نهاية إلى موجب مالا نهاية بتكون طبعا كل ما كانت سالبة هذه القيمة التي هي Y تساوي إلى القوة X لاحظوا لهذا الآن العدد نرفع لقوة معينة لكن هذه القوة متغيرة من سالب من نهاية معنا إلى مجب مالا نهاية فإذا Y تساوي العدد النيفيرا أو المرفوع لاحظوا لها يأخذ الشكل هذا الإكسبوننشل المتصاعد بشكل متسارع جدا جدا نتابع يستخدم العدد E في تفسير كثير من الظواهر الطبيعية وفي الدوال الرياضياتي والعلوم والإقصال والتمويل ويستخدم أساسا لما يسمى اللوغرثم الطبيعي أو ناتشر لوج يكون هو أساس اللوغرثم الذي يأخذ الصيغة التالية هذا الآن لوج للأساس E إلى X اللي هو عادة يرمز له LN له ناتشر لوج باللغة اللاتينية ناتشر لوج تساوي X عفوا لنشل لوج أو بأكس فإذا الآن وعلى سبيل التوضيح إذا كانت الآن Y تساوي لوج للأساس إلى X تساوي هذا اللي هي يعني صيغتها هذه فإن E للقوة Y نحظوا E الأساس للقوة Y يعطي X بالحالة هذه فهذه العلاقة بين الآن اللوغرثم الطبيعي والقيمة هذه X وال Exponential Number I للنبر مرفوع لقوة معينة ما يهمنا من هذه العلاقة هو كيف نحصل على مشتقة الدالة الدالة عندما Y تساوي E للقوة F بمعنى آخر E مرفوع على أي شيء يعني فيه X X فقط للقوة واحد أو خمسة أو سال وشو مكان المهم فيها X نتابع تشتقد دالك ما يأتي هذه الآن Y تساوي E للقوة X كما يعني ويعمم الاشتراك منها مثل ما هو موضح في الأمثل القادمة الآن نحسب اللغرثم للطرفين كما يأتي اللغرثم الطبيعي إلى Y تساوي اللغرثم الطبيعي إلى E القوة X وبتساوي بالحالة هذه الآن X تصبح الإكسبونت يعني إذا دخلنا اللغ على الجهتين ما تصبح لغ الطبيعي إلى Y تساوي لغ الطبيعي إلى كل هذه القيمة فX الآن اللي هي الإكسبونت أو القوة تصبح المعامل مضروب في لكن فأنا الأساس فأنها تساوي 1 الصعيمة وبالتالي الآن اللغرثم الطبيعي إلى Y تساوي اللغرثم الطبيعي إلى X تساوي واحد مضروب في X اللي هي المعامل هنا أصبحت يعني من قوة أصبحت معامل إذن اللغرثم الطبيعي إلى Y تساوي X ثم نشتق الطرفين بالنسبة dy الآن لأنها logarithm dy على y تساوي 1 في dx وتساوي dx طبعا الآن بالضرب التبادلي ينتج ما يلي dy تساوي y dx ضرب التبادل اللحظول الآن هكذا وهكذا فيطلع عندي بالحالة هي dy dx تساوي y وبالتالي الآن y تساوي ex إذن يعني المشتقة الأولى لهذه تساوي الدال لنفسها يعني لم يتغير عليها شيء شريطة الآن أن تكون فقط x مرفوعة لقوة واحد هنا ومضروبة بواحد صحيح فإذن الآن مشتقة الآن هذه الدالة تساوي الدال لنفسها شريطة أن تكون هذه مرفوعة لقوة واحد صحيح ومضروبة بواحد صحيح أي أن الآن مشتقة f تساوي e to power x هي f prime of x تساوي e to power x وتعني بأن مشتقة الدالة f prime of x تساوي e to power x تعطي ميل الدالة عندي القيمة التي نختارها للمتغير x سأوضح ذلك بالأمثل إن شاء الله في الشريحة هذه القادمة توضيح إذا كانت f of x تساوي e to power x فإن الآن المشتقة الأولى f of x تساوي d ex على dx d of e to power x وتساوي x نفسها الآن لنفترض إنه x تساوي 2 هذه تساوي 2 يعني إلى كل هالخنات تقريبا تساوي 7 راصلة 39 وإذا كانت x تساوي 3 سيصير عندي f of 3 الآن هذه تساوي e to power 3 وتساوي 20 فاصلة الحقي كل هالكلامة تساوي تقريبا 20 فاصلة واحد صحيح ماذا يعني هنا؟ هذه الرسمة البيانية بتقول لي إنه إذا كانت x تساوي 2 فإن ميل الدالة نحضر لهذه النقطة 2 يعني اللي هي الزوج المرتب x و y أو x و e للقوة x يعطينا 2 والآن يعني أفقيا عموديا 7.93 تقريبا وهذا الآن ميل الدالة اللي عند هذه النقطة يساوي قيمة e للقوة x اللي هي e للقوة 2 أما هذه فتعطينا الآن الزوج المرتب 3 و 20.1 20.1 لمعنى آخر بأن ميل الدالة اللي عند هذه النقطة يساوي 20.1 هذا التوضيح البياني لمعنى الاشتقاق هنا نتابع يمكننا تعميم طريقة الاشتقاق عن النحو الآتي إذا كانت y تساوي f الآن u تعممها فإذا كانت f تساوي e للقوة u راح نقولي الآن f تساوي e للقوة u فإننا الآن f' تساوي d يليه مشتقة e للقوة u بالنسبة لx وتساوي e للقوة u du dx هذه هي يجب علينا أن نشتقها اللي هي يعني نسميها احنا chain rule ثم وما تبع ذلك وعلى المثال نفترض بأن الآن f تساوي e للقوة 5x تربيع e للقوة 5x تربيع at the prime بالحالة هاية at the prime له d of e للقوة 5x تربيع dx تساوي الآن مشتقة هذه 10x هذه تصبح الآن هنا وتبقى هذه كما هي كما يعني عليه الآن في e للقوة 5x تربيع إذن هذا يبقى كما هو هنا وهذه الآن هي مشتقة دالة f التي جاي يعني أتت على شكل أسل e هذا الآن فعلا هي مشتقة هذه 10x نتابع الآن بأمثل أخرى مثال نفترض بأن y تساوي f تساوي اللقفة الطبيعي إلى 5x نقسم على e للقوة 5x زائد 5 لاحظوا الآن اللقفة الطبيعي إلى 5x مقسم على e للقوة 5x زائد 5 لأن نستطيع أن نفكفك هذا الكلام كما يلي y تساوي f وتساوي اللقفة الطبيعي إلى 5x هذا نقسم على e للقوة 5x زائد 5 هذه الآن اللقفة الطبيعي إلى 5x إذن تصبح اللقفة الطبيعي إلى 5 زائد اللقفة الطبيعي إلى x ومن فكفكها إلى الآن يعني عبارة عن كسرين اللقفة الطبيعي إلى 5 مقسم على هذا الكلام اللي هو 5 e للقوة 5x زائد 5 وزائد اللقفة الطبيعي إلى x مقسم على e للقوة 5x زائد 5 الآن نستطيع أن نشتق هذه بطريقة اللي هي اشتقاق الكسر كيف ربعا دائما وأبدا يربع المقام إذن هذا تربيع رأسا تلقائيا فهذه الآن القيمة في المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام فعلا هذه الآن اللي هو المقام في مشتقة البسط المشتقة البسط يساوي صفر للعدد الثابت يساوي صفر ناقص الآن اللوغرثم لخمسة في مشتقة هذه نطلع عندي الآن سالب اللوغرثم لخمسة لكن ما هي مشتقة إي للقوة خمسة أكس زائد خمسة هي عبارة عن خمسة إي للقوة خمسة أكس وهذا يذهب صفر إذن خلصنا الجزء الأول من الاشتغال الآن الجزء الثاني يربع هذا مرة ثانية الآن هنا إي طبعا داخل القوس إي لقوة خمسة أكس زائد خمسة لكل تربيع الآن هذه القيمة اللي هي في البسط في مشتقة عفوا المقاء البسط عفوا المقام في مشتقة البسط هنا المقام هو إي لقوة خمسة أكس زائد خمسة لكل تربيع في مشتقة اللغة الطبيعية اللي هي واحد على أكس ناقص الآن هذه اللي هي ناقص البسط في مشتقة المقام ومتساوي من ناشر لوق أكس كما هو سالب لكن في مشتقة المقام اللي هو خمسة في إي لقوة خمسة الآن عملية تبسيط فقط لغير تصبح كما يالآن يعني بهذا الشكل أرجو أنه يكون معك قلم ورقة وتتأكد من كل خطوة ويكون بالحال الشكل الأخير هو كما يلي وتساوي بالحال داخل القوة إي للقوة خمسة أكس زائد خمسة سالب خمسة في إي للقوة خمسة أكس في اللغرثم الطبيعي للخمسة أكس نقسم على أكس لأنه هنا الآن هذه واحدة على أكس إذا تصبح في المقام فهنا ذهبت إلى المقام مضروبة طبعا أكس هذه مضروبة في القوة إي القوة خمسة أكس زائد خمسة الكل تربية أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن أكون قد قدمت الفائدة كما أحبت الطلبة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن أنصح بأن يكون لديك قلم وورقة وأن تجرب حتى تتأكد وتتمرن على هذه الاشتقاقات وإلى لقاء آخر بإذن السلام عليكم